في خطوة تثير الجدل وتستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام قامت جامعة تل أبيب بإعلان رفضها الالتزام بقانون محتمل يفرد على الجامعة بمنع رفع العالم الفلسطيني على أراضيها وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها أنها ترى هذا القانون المحتمل على أنه انتهاك لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأصوات الفلسطينية وإسكاة تلك المناهضة للاحتلال عن هذا الموضوع يسعدنا أن يرحب بالطالب أحمد توفيق جبرين وهو السكرتير جفرة التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب أهلا وسهلا بك أهلا يا أهلا يعني حركة جفرة والتجمع الطلابي أصدروا بيان حول اقتراح القانون الذي ينص على محاسبة كل طالب أو حركة طلابية ترفع العالم الفلسطيني حدثنا عن تفاصيل ما جاء في هذا البيان أولا كان في اقتراح قانون باللجنة الوزرية لشؤون التشريع اللي بتقول أنه يجب محاسبة كل طالب أو حركة طلابية اللي بترفع العالم الفلسطيني أو بتتظاهر بقضايا اللي بتدعم القضية الفلسطينية تحت بند الإرهاب حسب نص القانون وفي البيان احنا قلنا أنه اقتراح هذا القانون هو ما إلا رد فعل على نشاطات ذكرى النكبي بالأسباع الأخيرة بالجامعات اللي في البلاد وخاصة مرسيم النكبي اللي أقمناها في جامعة تل أبيب هذا الليش بس بأكد أولا على أهمية هاي النشاطات وثانيا أنه رسالتنا وصلت وبقوة أنه احنا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني طيب انتو كطلاب فلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية كيف تعبرون أو كيف لكم الفرصة للتعبير عن انتمائكم لقضيتكم العادلة؟ احنا طبعا يعني بكل شطة طرق دايما نحاول نعبر عن مين احنا ونعبر عن هويتنا خاصة لما احنا موجودين في حيز إسرائيلي صهيوني واللي منحاول دايما نأكد لأنفسنا ولا باكة طلاب اللي موجودين أنه في إلنا هنا إطارة بالآخر هاي بلدنا ولما نحكو حتى يعني خاصة على جامعة تل أبيب المبنية على أنقاد قرية الشيخ المونس ونعملها عن طريق عدة مشاطات وآخرها هي طبعا زي ما قبل شوي ذكرت مرسيم النكبي طيب شو أهمية برأيك أنه يضل الطالب الفلسطيني يرفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية ويعني يرفع العلم كيف ممكن يأثر على نفوس الطلبة وقضية التضامن مع القضية الفلسطينية؟ يعني أولا وجودنا في نصف الأبيب ورفعنا للعلم الفلسطيني هو بس تأكيد على أنه إحنا موجودين هنا ومش متزحزحين وبالنسبة لباكة طلاب يعني خاصة لما إذا برجع بذكر مرسيم النكبي يعني مع باكة كل النشاطات اللي إحنا بنعملها على مدار السنة وهي نشاطات مكثفة إن كان إحنا جفرة ولا باكة الحركات الطلابية الموجودة في الجامعة وطبعا الحركات الطلابية في باكة الجامعات بس مرسيم النكبي في الخاص لما الطلاب تيجي وتهتم أنه هذا اليوم أنا يعني لا رايح على الشغل أنا لا رايح على التعليم أنا رايح على مرسيم النكبي عشان أرفع العلم الفلسطيني في نصف الأبيب وأقول لكل فلسطيني بشتى أماكنه إن إحنا هنا موجودين وفلسطيني الفلسطيني اللي موجود في الداخل هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني طيب رغم كل هاي القيود والتحديات اللي موجودة قدامكم لمواجهت وكمان قوانين عنصرية بتعانوا منها كيف بتقدروا أنتوا كطلاب أنكم تستمروا بالتعبير عن انتمائكم للشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية يعني ذكرت أنه كمان إحياء ذكرى النكبة في كتير قيود وتحديات لسه أمامكم وقدرين تصمدوا وتعبروا عن انتمائكم طبعا يعني أكثر هتاف إحنا منهتف الطلاب في مظاهراتنا ووقفاتنا في الجامعة ما منهاب ما بنهاب ومن هنا إحنا يعني أي قيود هم رايحين يحطوها علينا أي قوانين عنصرية كد ما يلاحقوا عملنا الطلاب والوطني مش رايحين يهزونا وإحنا جزء من الشعب الفلسطيني وراح نظل نعبر عن انتمائنا لشعبنا لقضيته العادلة وثوابته الوطنية وعلى رأسها العالم الفلسطيني سيد أحمد توفيق جبارين اسمح لي أشكرك جزيل شكرا أنت سكرتير جفرة التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك